فكرة اللا مركزية اللي بيعملها منتخب مصر حاجة مميزة جدا انه يستخدم محمد صلاح طول الوقت كطعم وتحرقات اللاعبة دايما انه هم يفتحوا مساحة ويبدأوا يعملوا زيادات عددية على خط الدفاع اللي قدامهم زي ما انت شايف عمر كمال عبدالواحد بيتحرك في المساحة بتاعت محمد صلاح الناحية التانية هتلاقي امام عشور و تريزيجي بيضغطوا الاتنين على مدافع واحد عشان يعملوا له ايرور حرفيا ما بقاش عارف يروح مع تريزيجي ولا يسيب امام واقف الواحد عشان يستلم الكورة هي ادي الفكرة اللي بيشتغل عليها منتخب مصر طول الوقت ان انا دايما هرميلك طعمة روح وراءه وهروح اهجمك بالخط الوسط بتاعي والبكش مال زي ما انت شايف فتوحهم مام عشور هو ده اللي كان بيعملوا منتخب مصر تبركز في الكورة اللي بعدها تجمع اللاعبة مش جامل فراغ انا ليه بجمع اللاعبة كلها في عمق الملعب وعمل زحمة وعمل الدوشة دي كلها عشان دايما يكون في مساحة وزمن يقدر يستغلهم عمر كمال عبد الواحد اللي بيستغل كل المساحات اللي في ظهر محمد صلاح زي ما انت شايف الكورة هتتلعب له وزي ما انت هتشوف عمر كمال عبد الواحد يعتبر شبه انفراد لولا ان الكورة طلعبت جامدة شوية راجل كان هيقدر يسجل وشوفنا عمر كمال بيتحرك في المساحة دي حلو جدا وعمر بالمناسبة شويت لعيب شويت يعني وبقى من اهم مفاتيح لها بروي فيتوريا الراجل ده هيفاجئنا باذن الله في كاس امم افريقيا ان شاء الله يا رب نرجع بالكاس وعمر هيكون لي دور كبير جدا لان زي ما انت شايف دايما محمد صلاح هتلاقي بينزل يسحب له مع اثنين تلاتة لعيبة وتلاقي الراجل ده يتحرك في ظهره بكل سهولة عشان يلاقي المساحة اللي يقدر يشتغل منها سواء يعمل عرضيات لمصطفى او يقدر يشتغل هو واحد على واحد او يقدر يسدد لانه معروف بتزديداته القوية زي ما انت شايف دايما صلاح بيتلم عليه اقل حاجة خالص بالمية تتنين لعيبة ادى المساح هنا لانني وادى المساحة لعمر كمال عبد الواحد الراجل هنا تحط في موقف اثنين على اثنين كل ده بسبب ان محمد صلاح بينزل يستلم من تحت او بينزل يتأخر عند المناطق الدفاعات بتاعتنا بص محمد صلاح فين يعني محمد صلاح بيرجع واره خالص في نفس الوقت بتلاقي امام عشور سابل ناحية الشمال وجيه اقصى اليمين في نفس الوقت بتلاقي الكورة بتتلاعب ليمين لترزيجيه ومين داخل يهاجم المساحة عندك هنا فتوح الباك الشمال فهو ده اللامركزية اللي انا كنت بتكلم عليها في اول الفيديو محدش عارف مين بيلعب فين وركز كنا مع امام عشور شوفه هينهي الهاجمة فين اول مكورة تطلع طبعا من ناحية فتوح هتلاقي في قلب الثمنتشر بتاعك امام عشور هو اللي فاتح يده ده ومعك كمان عمر كمال عبد الواحد ومعك مصطفى محمد معك تلات مهاجمين جوه الثمنتاشر روي فيتوريا من المدربين اللي بحب اتفرج على الموتشوب بتاعتهم لان الراجل عنده شغل تكتيكي فعلا بينفزه على ارض الملعب فكرة محمد صلاح وعمر كمال عبد الواحد فكرة نكحة جدا وهيبان في الجملة اللي بعد كده محمد صلاح دايما بينزل يستلم لتحت عشان يشد مع المدافعين ويفضل مساحة لعمر كمال عبد الواحد عشان يقدر يخش ويشتغل زي ما انت هتشوف في اللاجمة دي محمد صلاح هينزل هيخش في ظهر عمر كمال عبد الواحد هيخش شبه انفراط حرفيا لان الراجل اتصرع شوية في التسديد جاد فوق المرمى ولكن انا مبسوط بأداء الراجل انه عنده جمل تكتيكية بيقدر ينفزه على ارض الملعب وكان فيه برضو سؤال جالي ان ليه الراجل ما بيضغطش عالي ومع ان دي فرقة ضعيفة اللي عايز اورهولك في الجملة اللي جاية دي هتلاقي دايما دايما ان ادفاع منتخب مصر سواء حجازي او محمد عبد المنعم بيعمله عملية رقابة جديدة جدا على اللقاء اللي هم مسكين ولدرجة ان حجازي نزلوا للراجل في نص الملعب عشان يقطع منه الكورة وبسبب حجازي طبعا بعد ما قطع الكورة دي باص في الثاني في الثالث الكورة هتروح لمحمد صلاح اللي بيعمل اسستات يعني مش عايز اقول الراجل بقى هيدخل على شغل دي بروين قريب راجل هنا بيعمل اسست لتريزيجي اللي بإذن الله بإذن الله يبقى منها الدفين البطولة لان تريزيجي دايما بيقوم بدور المهاجم الوهمي العيب ماشا الله عليه يا رب ربنا يحرصه من الاسابات ده كان الهدف الاول تعالوا نشوف الهدف التاني نفس الموضوع هتلاقي عبد المنعم هو اللي نزلوا للراجل في نص الملعب وبيقطع منه الكورة نفس اللي عملوا حجازي في الهدف الاول طيب ليه الموضوع ده بيتم الموضوع ده بيتم لانك لما تيجي تلاعب فرق في افريقيا وبالمناسبة الكورة دي برضو انتهت بهدف كان الهدف اللي منضرب الجزاء عشان مرموش دخل شبه انفراد لان محمد عبد المنعم نزل وقطع الكورة ليه المدفعين بيعملوا كده وليه الراجل ما بيضغطش عليه لانك لما تقابل فرق في افريقيا تقابل فرق قوي فلازم تشتغل بالزكاة دربات الجزاء مع زيزو بدلا من محمد صلاح شوفنا محمد صلاح في الفترات الاخيرة سواء مع ليفربول او المنتخب تزديده لدربات الجزاء مش افضل حاجة عايز رأيكو في الكومنتات تفضلوا تكون دربات الجزاء مع زيزو ولا مع محمد صلاح طب ايه عيوب الخطة دي بقى؟ عيوب الخطة دي واضحة جدا بما ان حضرتك بتهاجم بعمر كمال وفتوح فدائما المساحات في دهرون بتبقى فاضية زي ما انت شايف اول ما الكرة قطعت منك علم الراجل لم نفسه ولحق يرجع جاري كان الراجل سابه بحوالي 3-4 متر ولو كان خاد كرة زي دي كان هيقدر يشكل خطورة كبيرة جدا على منتخب مصر نفس الموضوع بيتكرر عند فتوح اي كرة في ظهر فتوح فتوح دفاعيا مش زيه هجوميا طبعا وهي دي المشكلة بتاعت الخطة دي الوحيدة ولكن انا شايف ان الراجل عنده هوية منتخب مصر عنده الهوية الهجومية اللي كانت موجودة ايام كابتن حسن شحات وده طبعا صبحي بيثبت لنا ان مركز حراسة المرمى في انتخب مصر اتخد في بعض اللعيبة كوسة طبعا زي ما انت شايف الراجل يعني على اللحكايته خالص واتمنى انه ما يعطيبش الجون تاني طول ما انش انه موجود او هو الجون الرابع يعني ما يعطيبش خالص يعني جنشة ظلم حرفيا والله العزيز في النهاية كان معاكم كريم عنطر وقلوا لي رأيكم في الكومنتات يارب يكون الفيديو عجبكو باذن الله باذن الله سكة كبيرة جدا في الراجل ده وهنرجع بالبطولة ان شاء الله